استقبل وزير الداخلية محمود توفيق الوزير أول المنصق للأمن الوطني بسنغافورة تيو تيشيهين والوفد المرافق له خلال زيارة رسمية لمصر تناول اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك وأعرب الوزير أول المنصق للأمن الوطني بسنغافورة في بداية اللقاء عن سعادته البالغة بزيارة القاهرة والتي تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين وأشهد الوزير الأول بالحالة الأمنية المستقرة التي تشهدها البلاد حاليا بفضل الجهود الأمنية المتواصلة لأجهزة الشرطة المصرية مؤكدا على تطلعه لتعزيز وتطوير أطر وأليات التعاون ومستويات التنصيق مع أجهزة الوزارة وتفعيل قنوات تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب للاستفادة من الخبرات الأمنية المتميزة لوزارة الداخلية المصرية في هذا المجال من جانبه رحب وزير الداخلية بزيارة الوزير الضيف ومرافقيه للقاهرة مشيرا إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التي تربط حكومتي وشعبي البلدين والتي انعكست بصورة جلية على مجالات التعاون الثنائي في شتى المجالات مؤكدا حرصه على الارتقاء بمستويات التعاون الأمني وتبادل المعلومات في مجالة مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والإلكترونية بمختلف أشكالها للاستفادة من الخبرات الأمنية بالدول الصديقة